السلام عليكم ورحمة الله بعد أن خالف الرما في غزوة أحد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وانقض خيل المشركين بخيادة خالد ابن الوليد تشتت المسلمون وبدأ يسقط منهم بعض القتلى ونادى الشيطان ألا إن محمدا قد قتل وصاح بن قميئة قتلت محمدا وكان قد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم فشجهوا في رأسه فظن أنه قد قتله فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فحصل بين المسلمين من الوهن والضعف والتأخر عن القتال وأنزل الله تعالى وكأهل من نبي قاتل ما هو ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين تلك الآية الكريمة لها أكثر من قراءة ولها أكثر من معناة ولكي ندرك أبعاد الآية الكريمة يجب أن نقرأها بالروايات المختلفة هناك الرواية المشهورة رواية حفص عن عاصم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أما كراءة ورشع النافع فتقرأها كالتالي وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير وهناك أيضا كراءة ابن كثير وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير ومن أراد الاستزادة والاستماع والاستمتاع بالقراءات المختلفة لتلك الآية الكريمة سيجد إن شاء الله رابط أسفل الفيديو واضح لحضراتكم أن هناك اختلاف بين ثلاث كلمات في الآية الكريمة فيكون المعنى حسب قراءة حفص عن عاصم وكم من نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم قاتل معه جموع كثيرة من أصحاب الأنبياء وأتباعهم الذين تربوا على يد أنبيائهم والذين تربوا على الإيمان والأعمال الصالحة أما لو تأملنا في كراءة ورشع النافع فسنجد أن هناك معنيين مختلفين للآية الكريمة أول معنى وكم من نبي أو نبي قتل قبل محمد صلى الله عليه وسلم ويكون المعنى الثاني وكم من نبي أو نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم قتل معه جموع كثيرة من أصحاب الأنبياء وأتباعهم تلك بعض المعاني المستنبطة من القراءات المختلفة لنفس الآية الكريمة وكلها صحيحة فتلك الآية الكريمة تخاطب كل فئة من المسلمين بما يناسبهم فهي تثبت المؤمنين الشاكرين الثابتين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وتسليهم وتسري عنهم وكأنها تخاطبهم وتقول لهم ما أنتم فيه الآن هو أمر متكرر حدث مع الأنبياء السابقين وأتباعهم وتعاتب فئة أخرى من المسلمين الذين فروا من أرض المعركة لما جاءهم الخبر بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها تقول لهم وكم من نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم قاتل معهم جموع كثيرة من أصحاب الأنبياء وأتباعهم الذين تربوا على يد أنبيائهم فكونوا مثلهم وفي الآية الكريمة خطاب عام لنا جميعا الخطاب موجه لك أنت وكم من نبي قاتل معه جموع كثيرة من أصحاب الأنبياء وأتباعهم الذين تربوا على يد أنبيائهم والذين تربوا على الإيمان والأعمال الصالحة فأين أنت منهم فنحن جميعا بحاجة إلى التربية على الإيمان والأعمال الصالحة ودعونا نتعرف أكثر على صفات الرببيون هي ثلاث صفات متصلة فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا استطاع الرببيون الانتصار على أنفسهم والانتصار على جوارحهم والانتصار على أعدائهم ولا يكون ذلك إلا بالتربية على الإيمان والأعمال الصالحة واستنبط أعداء المسلمين من تلك الآية الكريمة الوسيلة الناجحة للحرب النفسية على ضعاف المسلمين أثناء المعركة ولا أدنى تأثير لذلك على المؤمنين والشاكرين وقد أثبت لنا المجاهدون في فلسطين أننا قادرون بالتربية الإسلامية الصحيحة على الانتصار عليهم وصحقهم ولا يكون ذلك إلا بالصبر والله يحب الصابرين والله يحب أمثال هؤلاء الصابرين ولا يتحقق النصر إلا بالصبر وكفى من جزاء على الصبر أن تكون محبوبا لله كلنا نحب الله ولكن انتظر ليس العبرة أن تحب وإنما العبرة أن تحب ونختم بتلك الأبيات لعنطرة ابن شداد فلا ترضى بمنقصة وذل وتقنع بالقليل من الحطام فعيشك تحت ظل العز يوم ولا تحت المذلة ألف عام وكأهل من نبي قاتل ما هو ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا والله يحب الصابرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة